السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقعات مباراة الأهل والزمالك في كأس السوبر المصري قبل القمة السامنة لا صوت يعلو فيها الوسط الرياضي بالوقت الحالي إلا على قمة الأهل والزمالك في كأس السوبر المصري وتتلهف الجماهير لمعرفة الطاقة المحتمل لنتجة مباراة الأهل والزمالك ونعرض لكم طاقة المباراة وكيف من الممكن أن تنتهي فضلاً عن كشف موعد بداية المباراة والقناوات النقلة تجزب مباراة الأهل والزمالك الأنظار بدرجة كبيرة لما لها من قيمة كروية نظرة للقاعدة الجماهيرية التي يملكها كل الفريقين والتي تقدر بالملايين وتحاول الجماهير توقع نتيجة مباراة الأهل والزمالك المنتظرة والتي تقام على هامش مباراة بطولة كأس السوبر المصري المنتظر وفقاً للإحصائيات التاريخية التي رصدها موقع ترانسفير ماركت العالمي فقد التقى الغريمين الأهل والزمالك خلال 101 مباراة في جميع البطولات الودية والرسمية وخلال تلك المباراة ظهرت سيطرة النادي الأهلي بشكل واضح فقد فاز المارد الأحمر خلال 44 مباراة فيما نجح الزمالك في اقتناص الفوز خلال 25 مباراة وخيم التعادل على إجواء 32 مواجهة أخرى وعلى صعيد الأهداف المسجلة فقد اخترق النادي الأهلي دفاعات الزمالك وتمكن من تسجيل 143 هدفاً خلال المباراة المية واحدة السابق ذكره فيما كان الزمالك شباك المارد الأحمر ب 104 هدف كشف موقع ترانسفير موركت أيضاً تاريخ مواجهة الزمالك والأهلي في بطولة كاس السوبر المصري على مرة تاريخ وبتلك البطولة أيضاً يظهر تفوق النادي الأهلي جلياً فقد اقتلع الأخير خمس كوز من أصل السبع كوز من بين أجدي الزمالك أي أن النادي الأهلي قد فاز على الزمالك في خمس نهايات وبطولة السوبر المصري من أصل السبع نهايات جمعتهم سوياً فيما فاز قلع البيضاء بمواجهتين فقط بالأرقام تاريخ مواجهة الزمالك والأهلي في السوبر المصري 2002-2003 انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين القطبين ولكن نجح لأهلي في حظ اللقب بعد فوزه برقلات الترجيح بنتيجات 3-1 2008-2007 حسم الأهلي لقب كاس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد 2013-2014 فاز الأهلي مرة أخرى بكاس السوبر بعد إسقاط الزمالك في شباكة الهزيمة برقلات الترجيح 5-4 2014-2015 فاز الأهلي على الزمالك 3-2 وحصد اللقب كاس السوبر المصري مرة أخرى 2015-2016 كاس السوبر المصري سيطرت غريمه على كاس السوبر المصري ليتوج باللقب بعد الفوز على الأهلي برقلات الترجيح 3-1 2017-2018 توجي الأهلي بكاس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين 2018-2019 توجي الزمالك بكاس السوبر المصري عقفزه على الأهلي برقلات الترجيح 4-3 2018-2019 توقع نتيجة مباراة الأهلي وزمالك في السوبر المصري على الرغم من نتائج الأهلي الإيجابية التي يحققها أمام نظيره والزمالك في جميع البطولات 2018-2019 كما ذكرنا إلى أن توقع نتيجة مباراة الزمالك والأهلي أصبح شبه مستحيل نظرا لمستويات الفريقين المتقاربة بالفترة الأخيرة 2018-2019 توقع نتيجة مباراة الزمالك في حظ العديد من البطولات مؤخرا وحقق العديد من النتائج الأيجابية أمام نظيره والأهلي حيث توجد القلعة البيضاء باللقب الدول المصري بموسمه المنصرم في محتل المارضة الأحمر المركز الثالث فقط بالبطولة على صعيد المباراة الأخيرة التي جمعت الطرفان فقد خيمت تعادل على إجواء آخر مواجهة جمعة الأهلي والزمالك بهدفين لكلام منهما والتي أقيمت على هامش بطولة الدولية المصري بموسمه الماضي يلتقي الأهلي بغريمة تقليدية زمالك مساء يوم الجمعة المقبلة والموافق 28 أكتوبر الجاري في نهاي بطولة كاس السوبر المصري وتبدأ المباراة في السابعة بتوقيت مصر غسامنا مساء لتوقيتها السعودية القنوات النقلة لمباراة الأهلي والزمالك AD Sports 1 HD, AD Sports 2 HD و On Time Sports 1 HD